أخيراً نجح معارض رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في الإطاحة به المؤتمر الوطني وهو أعلى سلطة في ليبيا حجب الثقة عن حكومة زيدان الذي مضى عليه في منصبه 15 شهراً وكلف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبدالله الثني بتشكيل وزارة بديلة زيدان وهو أول رئيس وزراء الليبي منتخب منذ الإطاحة بمعمر القذافي اتهم مراراً الإخوان المسلمين في ليبيا بمحاولة تشويه سمعته وعرقلت عمله وكما كان متوقعاً لم تخلو إقالته من جدل وليس فقط لأن المؤتمر الوطني انتهت ولايته القانونية الشهر الماضي أنت تتكلم عن حكومة عجزت وخصوصاً في الملف الأمني وتأتي بوزير من نفس الحكومة مسؤول على الملف الأمني ليقول هذه الحكومة لمدة أسبوعين دليل على أن المؤتمر مرتبك لا يوجد توافق على الإطلاق وأعتقد أنهم الآن أزموا المشهد السياسي أكثر من محله في هذا المكان اندلعت الأزمة التي عجلت برحيل زيدان ميناء اسمه السدرة يقع في إقليم برق الشرقي خرج عن سيطرة الحكومة وميليشيا أخذت تشحن النفط منه على هذه الناقلة الكورية الشمالية التي استطاعت الإفلات من قبضة البحرية الليبية والوصول إلى المياه الدولية بعد أزمة استمرت ثلاثة أيام وشابها الغموض الشديد الميليشيات التي طالما استعانت الحكومة المركزية في طارابولوس بخدماتها تحولت إلى أحد أكبر التحديات الأمنية في ليبيا خاصة في شرق البلاد فهذه الميليشيات لم تعد فقط تسيطر على موانئ نفط رئيسية بما يضرب في الصميم عصب الاقتصاد الليبي بل بات بعضها يهدد برفع شعار الاستقلال بالشرق الليبي إليا استملالي بي بي سي اشتركوا في القناة